أكدت الرئاسة الإيرانية حصول محادثة هاتفية بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي باراك أوباما مشيرة إلى أنهما جددى تأكيد رغبتهما في حل لازمة نووية مصادر أمريكية فادت بأن الرئيسين شددى على الإرادة السياسية لحل المسألة النووية سريعا وإعداد الطريق لحل مسائل أخرى إضافة إلى التعاون في الشؤون الإقليمية وبحسب مصادر البيت الأبيض فإن الجانب الإيراني هو الذي بادر بالمكالمة واتصل بمكتب أوباما قائلا إن الرئيس روحاني يريد مخاطبته الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني الذي قطع أكثر من ثلاثين عاما من الجفاء يبعث برسالة إيجابية مفادها رغبة ثنائية في حل الملف النووي بأسرع ما يمكن إلى جانب غيره من القضايا العالقة لقد تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وتركز هذا الحديث على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى ابتفاق حول برنامج إيران النووي وقد أكدت لرحاني في نيويورك على أننا متأكدون من تجاوز العقبات كما أعتقد وأننا سنصل إلى حل شامل للأزمة وجدنا أن الوقت غير كاف كنا على قناعة بأن جدول الأعمال لا يسمح بترتيب لقاء بين الرئيسين في سياق حديثي مع مسؤولين أوروبيين وسماعي لما قاله رئيس الولايات المتحدة بدأ أن اللهجة كانت مغايرة مقارنة بالماضي تقارب على مستوى القمة سبقه لقاء وصف بالاستثنائي بل والتاريخي بين وزيري خارجية البلدين ثلاثون دقيقة كانت كافية ليعلن جون كاري عن استئناف المفاوضات بشأن برنامج تهران النووي في الخمس عشر من أكتوبر وليضع نظيره محمد جواد ضريف هدف التوصل إلى اتفاق خلال السنة خطاب دبلوماسي مرن انتهجه كل من روحاني ووزير خارجيته لم يشفع حتى الآن لدى مسؤولين أمريكيين يقولون إن تهران لم تجنح إلى تنازلات ملموسة من شأنها أن تصرف نظر الغرب عن العقوبات رياض عشور العربية